اهلا بكم في نشرة اخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان وفي ابرز عنوين هذا المساء السلطنة منطقة دعم لوجستي موضوع يتصدر مناقشات المؤتمر الخليجي لسلسلة التوريدات والخدمات اللوجستية بمسقف قصف جديد لمقاتلات التحالف على مواقع في صنعان وقوات الرئيس اليمني تسيطر على مناطق بمحافظة الضالة بعد اشتباكات مع جماعة الحوثي برلين تتحدث عن تمرير الكونغرس للاتفاق الاطاري حول نووي ايران والرئيس روحاني يجدد رفض بلاده التوقيع دون رفع فوري للعقوبات بعث حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك بمناسبة عيد ميلادها اعرب جلالة السلطان المعظم من خلالها عن خالص التهاني وصادق التمنيات لها بمفور الصحة والسعادة وللشعب الدنماركي الصديق بالطراد التقدم والرقي تلقى حضرة صاحب الجلال السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فقامة الرئيس محمد ويلد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية اعرب فيها فقامته عن سروره لتلقي خبر عودة جلالة السلطان المعظم الميمون إلى أرض الوطن سالما معافى بعد فترة العلاج والنقاها حامدا الله العلي القدير على ما شمل به جلالته من عناية ورعاية متمنيا لجلالته السدادة في أعماله الجليلة الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب العماني للمزيد من الرقي والازدهار سألنا الله أن يديم على جلالته نعمة الصحة والعافية وأن يوفقه ويسدد خطاه وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة المكرم جيري ماتي بارا الحاكم العام لنيوزيلندا والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العودة المباركة لجلالته إلى أرض الوطن سالما معافا بفضل الله وعنايته أعرب فيها باسمه وباسم الشعب النيوزيلندي الصديق عن ارتياحه لتلقيه خبر تحسن صحة جلالته وعن تحياته وتمنياته لجلالة السلطان المعظم بمفور الصحة والسعادة وللشعب العماني اضطراد التقدم والازدهار السلطنة منطقة دعم لوجستي موضوع يتصدر مناقشات المؤتمر الخليجي لسلسلة التوريدات والخدمات اللوجستية الذي انطلقت أعماله بمسقط اليوم المؤتمر يمثل نقطة انطلاقة لوضع القطاع اللوجستي في السلطنة على خارطة أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد العماني رعى حفل افتتاح المؤتمر صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار الجلالة السلطان السلطنة تأخذ مكانها على الخارطة اللوجستية العالمية عنوان تصدر افتتاح أعمال المؤتمر الخليجي الثاني لسلسلة التوريدات اللوجستية بمسقط والذي يتطرق إلى مناقشة أهم القضايا التي تمر بها السوق اللوجستية الدولية والتوجهات المستقبلية للوسائل المرتبطة بهذا القطاع الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو زيارة الوعي عن توجهات السلطنة بالاستفادة القصوى من موقعها والترويج لها كمركز للصناعات ومركز للوجستيات فالحضور ما شاء الله يعني جيد والجميع يؤكد على مقدرة السلطنة في النجاح للوصول إلى هذا التطلعات الكبيرة المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 500 متخصص في قطاعات النقل واللوجستيات والتوريد يتطرق إلى تطوير رأس المال البشري والقيادات الإدارية وفرص استقطاب الاستثمارات للمنطقة وتسهيل وتسيير التجارة وتحديث نظام الجمارك وتعزيز ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في القطاع اللوجستي القطاع اللوجستي هو من ضمن أحد القطاعات التي تعتمد عليه الدولة في الخطة الخمسية القادمة والذي سيكون من أحد الخمس القطاعات حقيقة التي سيكون التركيز عليه ومن المتأمل أنه سوف يخلق فرص عمل عديدة لهذا القطاع الخطوات التي تم إنجازها في سبيل تمكين السلطنة لتكون على الخارطة اللوجستية تتمثل في استعداد السلطنة لتشغيل مطاري مسقط وصلالة والمطارات الأخرى وتعزيز ذلك بزيادة الاستثمارات في الناقل الوطني بفتح خطوط جديدة إلى عدد من دول العالم ونقل لانشطات الملاحية التجارية من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار مع زيادة عدد الرافعات الثابدة والجسرية في ميناء صحار لاستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية المباشرة قطاع اللوجستية طبعا من قطاعات الوعدة جدا خاصة لسلطنة عمان خاصة مع تنويع الأقصاد تنويع مصادر الداخل وزيادة فرصة العمل وزيادة تجارة في البلد فالمجال اللوجستي ومراكز اللوجستيات تلعب دور كبير في الأقصاد وخاصة عمان الحين أسست البنية الأساسية كلها يعني من طرق من موانع عالمية من مطارات قادمة الآن من خاصة الشحن الجوي وحتى تكتمل منظومة القطاع اللوجستي يجري ربط هذه المقاومات بشبكة قطارات لها القدرة على إحداث نقلة نوعية في مفهوم النقل بالمنطقة وتكون العمود الفقري للقطاع اللوجستي يضاف إلى ذلك الطرق ذات البعد الاستراتيجي كمشروع الباطن السريع وطريق بيد بيدصور وطريق أدم ثمريت ساعة الوزارة حثيثة في تنفيذ شبكة سكة الحديد المتكاملة مع شبكة مجلس تعاون الخليجي وبهذا الصدد فقد تم في العام الماضي إنشاء شركة العمانية القطارات قطارات عمان والتي تتولى مهمة تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يمهد لعمان فرصة فريدة في أن تكون بوضعها الطبيعي كبوابة لمنطقة الخليج والعالم خلال المؤتمر تم التأكيد كذلك بأن الحكومة لن تكون قادرة على تحقيق هذه الطموحات بمفردها وإنما على القطاع الخاص الشراكة بجانب الحكومة لتحقيق تلك الطموحات الكبيرة والمهمة للقطاع اللوجستي في اليمن جددت طائرات عصفة الحزم غاراتها على مواقع جماعة الحوثيين مستهدفة مدرج مطار العاصمة وذلك لقطع إمدادات السلاح والذخيرة لعناصر الحوثيين ومن جهة أخرى تواصل القوات الموالية للرئيس اليمني اشتباكاتها المسلحة ضد عناصر جماعة الحوثيين في مختلف المحافظات اليمنية جددت عصفة الحزم غاراتها على مواقع جماعة الحوثي مستهدفة هذه المرة مدرج مطار العاصمة اليمنية صنعاء وطرق الإمدادات في المدينة ومناطق تجمع الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون ضد القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربو منصور هادي وفي شمال اليمن قصف طيران التحالف المجمع الحكومي وسط محافظته صعدة شمال محافظة الضالع هي الأخرى شهدت اشتباكات أدت لمقتل 12 شخصا وأربعة من العناصر الموالية للحوثيين وقعت بعد سلسلة من الكمائن التي نصبت لمقاتلي الحوثيين فيما تكثف تعمال القصف العشوائي للأحياء السكنية في مدينة عدن الجنوبية إذ ما يزال الحوثيون ينتشرون ويواجهون اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي حيث تنتشر أعداد منها على المنافذ الحدودية اليمنية لوقف تهريب الأسلحة وتسلل المسلحين نحن نقوم بتمشيط منطقتنا هذه الحدودية في الأماكن التي لا تصلها السيارات لدينا هنا طرق راجلة ويوجد فيها بعض المتسللين ونخشى أيضا أن يتواجد فيها في قادم الأيام من يستغل الفرصة ويعكر الأمن في جهة أخرى من الجانب اليمني تتواصل الاشتباكات المسلحة في محافظة مأرب بين العناصر الموالية للرئيس هادي وجماعة الحوثيين ما أدى لمقتل 30 شخصا وإصابة 40 آخرين بدوره قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف أن بلاده ستستخدم كل نفوذها في المنطقة واليمن لإيجاد حل للأزمة في اليمن مؤكدا في تصريحات أدلى بها للصحفيين في العاصمة البرتغالية لشبونة أن جهود إحلال السلام يجب أن تبدأ بحلول سلمية مع إنهاء الاقتتال بين اليمنيين وحول ملف بلاده النووي أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن الاتفاق الكامل مع القوى الكبرى بات وشيكا مشددا في الوقت ذات على ضرورة أن يرافق الاتفاق رفع فوري وليس تدريجيا للعقوبات المفروضة على بلاده الوزير الإيراني جدد تأكيد حكومة بلاده أنها لن تقبل باتفاق لا يفي بالنقاط التي حددتها إيران وبحثتها مع مجموعة خمسة زائد واحد مسبقا وفي الملف نفسه جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني موقف بلاده الرافض للتوقيع على أي اتفاق كلي دون رفع جميع العقوبات المفروضة عليها وأضاف الرئيس الإيراني خلال خطاب ألقاه في مدينة راشد أن بلاده تتفاوض مع مجموعة خمسة زائد واحد وليس مع الكونغرس داعيا في الوقت ذاته واشنطن إلى تغليب حسن النية مقابل موقف بلاده كما طالب روحاني القوى الكبرى بقبول اتفاق يلبي طموحات إيران المشروعة وتأتي تصريحات روحاني بعد يوم من اضطرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى منح الكونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل بما في ذلك الحق في نقض رفع عقوبات فرضها المشرعون الأمريكيون وفي الشأن ذاته تحدث وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاين ماير عن تمرير الكونغرس الأمريكي للاتفاق الإطاري الموقع مع إيران بحسب ما أشار إليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اجتماعات مجموعة السبعة المنعقدة في ألمانيا وخلال الاجتماع رحب وزراء خارجية مجموعة السبع بالاتفاق الإطاري وأعلنوا عن دعم بلدانهم لجهود مجموعة خمسة زائد واحد وإيران للتوصل إلى حل شامل بحلول ثلاثين من يونيو القادم هذا ووصل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران في إطار زيارة تأجلت منذ فترة طويلة للتحقيق في الشكوك عمل طهران على تطوير أسلحة نووية وقال مسؤول في هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن المفتشين ناقشوا عدد من القضايا المتعلقة بموقع عسكري بمدينة ماريوان جولة حوار تعقدها الأطراف الليبية لإيجاد حل الأزمة السياسية فيها في مدينة الصخيرات جنوب العاصمة المغربية الرباط المحادثات تأتي في ظل وضع عسكري متأزم في ليبيا مع تقاتل القوى السياسية بالإضافة إلى دخول تنظيمات إرهابية إلى المشهد السياسي الليبي بعد توقف للتشور والتباحث عادت الأطراف الليبية المتنازعة إلى المغرب لاستئناف رابع جولات الحوار بعد أن نجح المبعوث الأممي إلى ليبيا بيرناردينو ليون في إقناعها بالتوافق حول حكومة وحدة وطنية بالدرجة الأولى أمل أن لا يتأثر الحوار بالاضطرابات الأمنية بالبلاد كما نؤكد حرص البعثة الأممية على إشراك الجماعات المسلحة وإطلاعها على مختلف الوتائق والترتيبات مصادر مقربة من أعضاء الحوار الليبي أكدت أن جديد الجولة الرابعة من المفاوضات يتمثل بالأساس في اقتراب الكشف عن هوية رئيس الحكومة وبعد من أعضائها وكذا اشتغالها على إعداد دستور للبلاد بعد تسلم مهامها إضافة إلى وقف إطلاق النار وتشديد الإجراءة الأمنية بليبيا قاعدة العامة هي الكفاءة ولا نريد في الحكومة الجديدة لا ناس من أحزاب سابقة خربت المشهد السياسي الليبي ولا ناس كانوا في الميليشيات وودوا إلىها الحرب والاقتتال نريد ناس قضية من الأولى قضية الوطن لا يعترفون بقضية الوطن وعندهم القدرة والكفاءة على تسير الأعمال وغير بعيد عن موطن الحوار ومع انطلاق المفاوضات من جديد دارت معارك طاحنتنا اليوم بالعاصمة تارابلوس بين قوات فجر ليبيا والقوات الموالية لتنظيم داعش معارك تبدو كأن بها رسائل مشفرة للأطراف البتحاورة بالمغرب بعد توقف دمى لأكثر من عشرة أيام يعود الفرقاء الليبيون إلى المغرب لاستئناف ربع جوالات المفاوضات وستتوقعات بأن تكون الجلسة اليوم الأخيرة لتوافق حول رئيس حكومة وحدة وطنية فاتم سهر الرجيل تلفزيون سلطنت عمان أسخرات جنوبية الرباط أعلنت روسيا استعدادها التعاون مع الحكومة الأفغانية وشركاء آخرين في مواجهة الإرهاب جاء ذلك خلال محادثات أجراها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع مستشار الأمن القومي الأفغاني محمد حنيف أتمار في موسكو وأضف لافروف أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لأفغانستان على الرغم من الأوضاع المعقدة التي تمر بها حسب تعبيره من جانبه أعرب الوزير الأفغاني عن أهمية الدعم الذي تقدمه موسكو لكابول مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يساهم في إعادة الأمن والاستقرار لبلاده مشرتنا مستمرة من تليزون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل 350 ألف وردة يجسد بها فنانين عمانيين فرحتهم بالعودة الميمونة لجللة السلطان المعظم ترجمة نانسي قنقر السلطنة منطقة دعم اللوجستي موضوع يتصدر مناقشات المؤتمر الخليجي لسلسلة التوريدات والخدمات اللوجستية بمسقط موسيقى قصف جديد لمقاتلات التحالف على مواقع في صنعاء وقوات الرئيس اليمني تسيطر على مناطق بمحافظة الضالع بعد اشتباكات مع جماعة الحوثي موسيقى برلين تتحدث عن تمرير الكونغرس للاتفاق الإطاري حول نووي إيران والرئيس روحاني يجدد رفض بلاده التوقيع دون رفع فوري للعقوبات موسيقى نزوى في الذاكرة الثقافية ندوة تبحث مختلف الجوانب والمفردات التي جعلت الولاية تتبوأ مكانة مرموقة على مر التاريخ لتتوج هذا العام عاصمة للثقافة الإسلامية ويثري محاور الندوة التي تقام في رحاب جامعة نزوى بمحافظة الداخلية على مدى يومين أكثر من عشرين باحثا مختصا رعى فعاليات اليوم الأول للندوة معالي محمد بن سالم التوبي وزيره ألبيا والشؤون المناخية تأتي هذه الندوة لتربط خيوط الثقافة في يومها الأول تناولت ندوة نزوى في الذاكرة الثقافية ثلاثة محاور رئيسية لتتحدث عن نزوى حاضرة من الحواضر العلمية في العالم الإسلامي والمكانة السياسية لنزوى عبر التاريخ ونزوى في عيون الرحالة حقيقة نشر هذا التاريخ خاصة وإنه هناك حقيقة من الباحثين الأكاديميين من يرى بأهمية تركيز هذا القانب في مناهجنا الدراسية ومنها أيضا من يرى توثيق الكثير من هذا التاريخ وأيضا دعوة للأكاديميين أن يهتموا من خلال بحوثهم من خلال أيضا الرسائل التي يقدمونها ثلاث جلسات تبحثها المحاور الأولى للندوة تستعرض تسع ورقات بحثية لعل من أبرزها العلاقة الثقافية بين نزوى والحواضر العلمية في العالم الإسلامي ودور نزوى السياسي في بسط النفوذ العماني خارج الوطن ونزوى في كتابات الجغرافيين العرب الورقة الأولى سنتكلم فيها الدكتور سام البحري من وزارة التربية والتعليم عن البعد الجغرافي لنزوى لأن تعرف هناك ترابط وثيق جدا بين الجانب الجغرافي والجانب السياسي الورقة الثانية ستكون عن دور نزوى السياسي في الوحدة الوطنية سيتكلم حولها إن شاء الله تعالى الدكتور إسماعيل الأغبري من كلية العلوم الشرعية والورقة الثالثة ستكون عن دور نزوى السياسي في العلاقات الخارجية الندوى ستوضح المكانة السياسية والمكانة العلمية والمكانة الاقتصادية لنزوى النزوى لها يعني صيط علمي وعراقة تاريخية ومكانة يعني لعله لا يختلف عليها اثنان ولكن يحتاج المتلق في هذا العصر إلى قراءة أخرى لتلك المفردات هذا ما ستسعى كذلك لجنة إلى تنفيذه خلال هذه الندوة الندوة التي تواصل استعراض وقراءة أكثر من عشرين ورقة بحثية تنظر إلى مكانة نزوى لدى العلماء والأدباء والرحالة وصناع القرار العمانيين وغيرهم وتبرز المفردات العريقة التي جعلت منها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2015 وتتواصل أعمال ندوة نزوى في الذاكرة الثقافية على مدى يومين لتصل في محطتها الأخيرة وتخرج بتوصيات تستخلص من خلال الأوراق البحثية التي تستعرضها الندوة سعيد بن ذيب الهناء من محافظة الداخلية ولاية نزوى عمان في الوثائق والتاريخ البرتغالي ندوة علمية نظمها النادي الثقافي ضمن فعاليات نزوى عاصمة لثقافة الإسلامية لعام 2015 شارك في الندوة أربعون باحثا ناقشوا خلالها ثلاثة محاور أبرزت بعض جوانب التاريخ العماني في مرحلة الوجود البرتغالي عمان في الوثائق والمخطوطات البرتغالية ومظاهر النشاط السياسي والتنافس العسكري بين العمانيين والبرتغاليين في القرن السابع عشر بالإضافة إلى الانشطة الاقتصادية ومظاهر الحياة الاجتماعية في عمان خلال فترة الوجود البرتغالي أبرز المحاور التي تناولتها ندوة عمان في الوثائق والتاريخ البرتغالي إذا كان العالم خاتما فإن هرموز يعني لؤلوت أو فص الخاتم هذا مثل برتغالي قالوا عنها عن عمان بلد يفيض بالحقول والبساتين وأضيف عليها وبوجوه وقلوب قلوب ناسها الطيبين وقالوا في عمان هي مرسى السفن من الصين والهند وبلاد الزنج وأقول هي موطن الحكمة والرأي السديد هذه الندوة التي شهدت حوارا مفتوحا بين الحضور والمتحدثين كشفت بعض جوانب التاريخ العماني في مرحلة الوجود البرتغالي التي غفلت عنها المصادر التاريخية ودعت إلى توثيق تلك المرحلة المهمة من تاريخ عمان والخليج العربي إلى جانب توضيح بعض جوانب العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين العمانيين والبرتغاليين وفهم الكثير من الظواهر المرتبطة بها وأبعادها على جميع المستويات وربطها بالحاضر بالفضل أيضا البرتغالي طور العمانيون إمكاناتهم البحرية وبني أساطيل قادرة على مضاهات الأساطيل البرتغالية والأوروبية في عالي البحار وأكدت الندوة على أن الوجود البرتغالي شكل أهمية في تاريخ عمان والخليج العربي إذ يعد البرتغاليون من أوائل الشعوب الأوروبية التي اتصلت بعمان مطلع العصور الحديثة في فترة استلح على تسميتها بفترة الكشوف الجغرافية في القرنين السادسة عشر والسابع عشر الميلاديين كما اتفق المتحدثون بالندوة على أن الوجود البرتغالي يكتسب أهمية خاصة في تاريخ عمان نظرا لأن البرتغاليين اهتموا بتدوين مراحل وجودهم وهو الأمر الذي كان له إضافة نوعية وكمية ندوة عمان في الوثائق والتاريخ البرتغالي بحد ذاتها تعد توثيقا لهذه المرحلة المهمة نظرا لندرة المصادر المحلية الأمر الذي يجعلها مرجعا ثريا للباحثين والطلاب العلمي والمهتمين أحمد بن عبدالله الندابي المشاركة الإيجابية في مجلس الشورى كانت محور ثلاث جلسات ندوة عقدت في محافظة ضفار الندوة شهدت تفاعلا بين المشاركين والحضور حول الجوانب القانونية والتشريعية للمجلس فيما رعى الندوة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بهدف تعزيز أهميات تجربة الشورى في إطار التحديث والتطوير وزيادة الوعي بالممارسة الديمقراطية ودور ذلك في إخراج كفاءات قادرة على العطاء وبدل المزيد من الجهد خدمة للوطن تم في ولاية صلالة بمحافظة ضفار تنظيم ندوة الانتخابات مجلس الشورى الواقع والتحديات تحت عنوان نحو مشاركة إيجابية في محافظة ضفار استمعنا إلى أراء كثير من القانونيين والفقهاء الذين أدلوا حول مهام مختصاصات مجلس الشورى وأهمية الدور الذي يناط به في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة صاحب الجلالة أراد لهذا المجلس أن تكون مؤسسة ذات فاعلية وأراد لها وفقا للنظام الأساسي منذ عام 1996 ووفقا للتعديلات الأخيرة التي طرأت على النظام الأساسي في المرسوم السلطاني 99 على 2011 أن تكون مؤسسة ذات فاعلية وأن تقدم دورها الملموس للمجتمع الندوة اجتملت على ثلاثة جلسات كانت الأولى افتتاحية ثم تلتها الجلسة الثانية بعنوان مجلس الشورى الدور والقانون وطرحت فيها موضوع الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشورى وموضوع انتخابات مجلس الشورى الإجراءات والقانون الحوار كان حاضرا بين المشاركين والحضور في هذه الندوة كان هناك تفاعل مثري من الحضور في طرح الأسئلة والتعرف على كثير من الجوانب القانونية التي كان كثير يغفل عنها وهذا ما لمسنا من خلال هذا الندوة في الختام تم قراءة التوصيات التي خرج بها المشاركون في هذه الندوة مرحلة جديدة وقادمة لانتخابات مجلس الشورى تتطلب من كافة أفراد المجتمع من مترشحين وناخبين التوعية بالدور المطلوب منهم في المرحلة القادمة لاستمرار نجاح تجربة الشورى في السلطنة والتي أرسى دعائمها سلطان البلاد المفدى حفظه الله ورعاه محمد بن أحمد سليمي المهري محافظة الضفار صلالة تزامنا مع الاجتماع الثالث عشر للمنظمة الإقليمية لمكافحة المنشطات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية دشنت اللجنة والأولمبية العمانية الكتاب التعليمي المنشطات في الرياضة وعلى هامش التدشين أقيمت فعاليات للتعريف بجهود اللجنة الأولمبية العمانية كما تم افتتاح معرض لرسومات تعبيرية أبدعتها أنامل طالبات وطالبات مدارس السلطنة المنشطات في الرياضة كتاب أصدرته اللجنة الأولمبية العمانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واللجنة العمانية لمكافحة المنشطات الكتاب حمل في طياته معلومات قيمة عن المنشطات وجوانبها السلبية وما تخلفه من عوامل صحية وسلبية على مستخدميها من الرياضيين الكتاب تناول مواضيع عدة من أبرزها التعريف بالمنشطات وأنواعها ومخاطرها والآثار الاجتماعية والنفسية لمتعاطيها كما كشف عن عقوبات تعاطي المنشطات وقصص للرياضيين خاضوا هذه التجارب احتوى حفل تدشين الكتاب على معرض مصاحب كشف عن العديد من الإبداعات الشبابية في رسومات عبروا عن الحد من المنشطات كما تخل له فقرات استعراضية لعدد من الفنون الشعبية ومعزوفات الموسيقى الشرقية وتسعى اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات إلى الحد من هذه الآفة التي انتشرت بين أوساط العديد من الرياضيين محليين ودوليين وتم يقافهم رياضيا من قبل جهات الاختصاص لجنة البعثات لمستوى الدراسات العليا لموظفي الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية تقر ابتعاث 40 موظفا وموظفة للحصول على مؤهلي الدكتوراء والماجستير جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بديوان عام وزارة الخدمة المدنية حيث تم استعراض المواضيع المدرجة على جهد الأعمال والنظر في طلبات الابتعاث الواردة من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية لابتعاث مجموعة من موظفيها على نفقة وزارة التعليم العالي لعدد من الجامعات خارج السلطنة للحصول على مؤهلي الدكتوراء والماجستير في مختلف التخصصات ترأس الاجتماع معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في محافظة ضفار احتفلت شرطة عمان السلطانية بافتتاح مبنى خدمات الشرطة في ولاية ثمريت رعى فعاليات الافتتاح سعادة الشيخ عبدالله بن سيف المحروقي نائب محافظة ضفار مواكبة للتطوير والتحديث المستمر من قبل شرطة عمان السلطانية لمنشآتها الشرطية وإيمانا من القيادة العامة للشرطة بأهمية التوسع في إقامة مباني الخدمات في مختلف ولايات السلطنة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين جاء احتفتاح مبنى الخدمات الجديد بولاية ثمريت بهدف تقديم خدمات شرطية في إطار محطة واحدة يستطيع من خلالها طالب الخدمة أن ينهي كافة معاملاته في موقع واحد وبأعلى معايير الجودة لا شك بأن افتتاح هذا المركز يعد من ضمن الخدمات التي تقديمها شرطة عمان السلطانية وهو دليله الواضح على انتشار هذه المراكز في كافة ولايات السلطنة بهدف تسهيل على المواطنين والمقيمين فالمواطن أصبح يجد التسهيل في ولايته وفي القرب من منزله فيستطيع أن يستخرق الخدمات الشرطية من خلال المراكز هذه وتماشيا مع الطفرة الكبيرة في عالم التقنية والاتصالات تم تزويد المبنى بأحدث الأجهزة والوسائل التقنية الحديثة لاستقبال المراجعين وسيعمل المبنى على تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالجوازات والإقامة من حيث الإصدار الجديد لجواز السفر العماني والتجديد وبلاغات الفقدان كذلك إنجاز المعاملات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة إضافة إلى تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالبطاقة المدنية للعمانيين وبطاقة الإقامة للأجانب كما ستكون الخدمات المرورية حاضرة في المبنى من خلال تقديم خدمات تجديد وفحص المركبات واستخراج وتجديد رخص السياقة مثل هذه الخدمات لا شك أنها تفي وتوفر على المواطن كثير من القهود ومثل هذه الخدمات تتوفر في هذا الصحاري وفي هذا الأمور كلها إلا أنه توقيه من قلالة السلطان حفظه الله لينشأ مثل هذه الخدمات التقدم من المواطن في كل مكان وفعلا هذه الخدمة والشكر موصول لشرطة أمان السلطانية على ما تبدلوا من قهود في إرساء هذه الخدمات في كافة المناطق هذه المرافق تعني لكل فخر واعتزال لولاية الثمريد والمناطق الجاورة لها وهذا صراح عظيم من خلال هذه الموقع الاستراتيجي ووضع ولاية الثمريد الاستراتيجي ويتألف المبنى من صالات تحتوي على كافة وسائل الراحة حيث تم تزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لتقديم كافة الخدمات الشرطية بحرفية مهنية أمنية فائقة الدقة والجودة افتتاح مبنى الخدمات الجديد بولاية ثمريد سوف يختصر الكثير من الوقت والجهد على المراجعين نظرا لتقريب الخدمة إليهم في مركز خدمي واحد وتحت مظلة واحدة الملازم منير بن محمد السنان ولاية ثمريد ننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل خالد السلامي النشر الاقتصادية برعاية قربك نحن نصنع وقود الحياة شكرا لك إبراهيم وشكرا للجهان أهلا بكم مشاهدين الكرام في الموجزة الاقتصادية البداية مع عبر الزبعانوين الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي تناقش تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقرير لجنة دراسة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقرير لجنة دراسة نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون من أبرز ما نقشه اجتماع الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كما بحثت الهيئة الاستشارية في محضر اجتماعها تقرير لجنة دراسة مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي يوقع الطيران العماني غدا اتفاقية شراكة مع شركة كارغو لوكاس العالمية ومقرها في لوكسنبرغ وذلك بهدف إضافة وجهات جديدة للشحن والمساهمة في تطوير مركز الخدمات اللوجستية في السلطنة تكمن الخطوة الأولى للاتفاقية في ربط مركز خدمات الشحن الرئيسي لشركة كارغو لوكاس في لوكسنبرغ وأوروبا بمناطق مختلفة في الهند عبر مسقط وتعد هذه الاتفاقية استكمالا للمبادرات التي تم تجشينها خلال السنوات الأخيرة بالطيران العماني في هذا القطاع المهم حقق بنكو مسقط أرباحا بنحو 9% في الربع الأول من العام الجاري كربح صاف قدره 43 مليون و300 ألف ريال عماني مقارنة بالربح الصاف البالغ 39 مليون و760 ألف ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2014 وأشارت النتائج المالية للبنك إلى ارتفاع نسبة صاف محفظة القروض والسلفيات إلى 8.5% لتصل إلى 6 مليارات و472 مليون ريال عماني فيما بلغت إيداعات الزبائن متضمنة شهادات الإيداع 6 مليارات و519 مليون ريال عماني نحن في أوربي نعمل لأجلكم هدفنا تنمية الموارد البشرية العمانية نحن بخولون بتزويدكم وقود الطاقة نحن شركاء لدفع عجلة التنمية أوربيك نحن نصنع وقود الحياة إلى أسعار النفط حيث بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو القادم 58 دولارا و28 سنتا مرتفعا 70 سنتا عن سعر يوم أمس وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر مايو المقبل بلغ 55 دولارا وتسعة سنتات مسجلا بذلك انخفاضا بلغ دولارا واحدا و12 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الجاري وفي أخبار العملات شهد اليورو تراجعا واسعا اليوم بعد نبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير فيما يرجح وأن تستمر سياسة التيسير النقدي رغم الانتعاش الأخير في النشاط الاقتصادي وسجل اليورو في الأيام الماضي ارتفاعا مدعوما بضعف الدولار الذي سجل هو الآخر تراجعا بعد صدور بيانات دون المتوقع لمبيعات تجارة التجزئة الأمريكية في مارس الماضي بالإضافة إلى خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته حول النمو الأمريكي إلى 1.3% للعامين الحالي والقادم الذهب بدوره تراجع اليوم 3% متأثرا بارتفاع السوم الأوروبية وتعويض الدولار لخسائره التي تكبدها عقب صدور بيانات ضعيفة بشان الاقتصاد الأمريكي ووصل سعر أوقية الذهب إلى 1.189 دولارا في التعاملات الفورية مقتربا من أدنى سعر له في أسبوعين ويقوض رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي سيكون الأول في نحو عشر سنوات يقوض جاذبية الأصول مثل الذهب هذا ينتهي الموجز الاقتصادي ضمن هذه النشرة لنعود إلى زملاء إبراهيم وجهان إليكم النشرة الاقتصادية برعاية قربك نحن نصنع وقود الحياة شكرا خالد 350 ألف وردة تجسدها أنامل عمانية بدار الأبرى السلطانية استبشارا بالعودة الميمونة لجلالة السلطان المعظم صاحب المعرض أيضا صاحب المعرض أيضا افتتاح معرض دولز للحلويات الملكية والذي يجسد رحلة بين الشرق والغرب مستوحاتا من التراث العماني الأصيل القائمون على المعرض يأملون الدخول إلى موسوعة جنس للأرقام القياسية رعى حفل الافتتاح صاحب السمو السيد فاتك بن فهر السعيد 350 ألف وردة صنعت يدويا من السكر وطلية بماء الذهب عطرت جنبات دار الأبرى السلطانية في معرض يقام لأول مرة في السلطنة والعالم مهدات إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم لفت انتباهي أنه طبعا عمل عمانيات مية في المية مبدعات وأبدعوا في تفكيرهم وفي عطاءهم ولفتة جميلة وهدية جميلة جدا لصاحب الجلالة وأتمنى لهم كل التوفيق ونرى الجديد منهم دائما ويبتكروا ونرى عملهم ليس فقط في عمان بل دوليا في كل عالم إن شاء الله أنامل عمانية صاغت هذه الأفكار الرائعة لتخرج بهذه المجموعة المخترمة من قوالب الحلويات والورود الملكية التي تمتاز بألوانها الزاهية التي تسر النظرين العمل يستحق الإشادة ليس لأنه سيدخل موسوعة عالمية ولكن لأنه كما يقال بأن النية مطية وأي عمل به نواية صادقة فهو عمل ناجح يعني يقف وراء نجاح هذا العمل نية صادقة بحب عظيم لإهداء شخصية عظيمة تستحق هذا المنجز المعرض الجميل اللي لكل شيد بجماله وجمال الكيكات المهداء اللي حضرت صاحب الجلالة وطبعا أكبر كيكة كانت ثمانة أمتار مميزة وايد حبيت كثير كثير حلو مرتب جدا ومشاء الله كان تنسيق كما توقعته كذا برافو عليها ما شاء الله العرض كان رائع الجمهور كان نفس الشيء رائع أستوحيت فكرة قوالب الحلويات والورود المعروضة من الزخارف الإسلامية وتصاميم التراث العمني الأصيل واستغرقت صناعتها ما يقارب العامين لتستوي ألوان والجذابة الحضور هذا وسوف تستمر فعالية هذا المعرض لمدة خمسة أيام فاطمة بانتياح الحجرية مصطف وإلى جولة إخبارية متنوعة نطلعكم فيها على توجه الصين وكولومبيا للمحافظة على البيئة وفي عالم التكنولوجيا شركة بريطانية تبتكر أول طباخ آلي عالمي التفاصيل في التقرير التالي الطاقة النظيفة هي الخيار الجديد للصينيين في خطوة للمحافظة على البيئة في بلد يعتبر من أكثر الدول المتسببة بانبعاذات مذرة بالبيئة حيث تحرق مصانعها نصف الاستهلاك العالمي من الفحم الحجري لإنتاج الطاقة الجامعات الصينية تشجع في الوقت الحالي على الاستثمار في مجالات إنتاج طاقة صديقة للبيئة بينها استخدام الألواح الشمسية والتقنية الخضراء وبئيا ولكن من شرق الكرة الأرضية إلى غربها وفي كولومبيا تحديدا وجهت سلطات مواطنيها لبناء بيوتهم من الإطارات المستعملة والعبوات البلاستيكية في إطار حملتها للمحافظة على البيئة حيث يرمى سنويا خمسة آلاف إطار في الطبيعة والأسوأ من ذلك أنها تحرق أحيانا ما يؤدي لزيادة التلوث البيئي وبالإضافة إلى المحافظة على البيئة تتميز هذه المنازل بأشكال هندسية جميلة وفي محاولة لربط الرجال الآليين بعالم الطهي ابتكرت شركة بريطانية رجل آلي لإعداد الطعام والواجبات السريعة ليصبح أول طباخ آلي في العالم الرجل الآلي يتألف من يدين منفصلتين يمكنه التحرك مثل يد الإنسان وإعداد الطعام بمهارة الطهات البارعين كما أنه مزود بمكتبة طعام تمثل جميع المطابخ العالمية في ختام نشرتنا هذا تذكير بالعنوين السلطنة منطقة دعم اللوجستي موضوعا يتصدر مناقشات المؤتمر الخليجي لسلسلة التوريدات والخدمات اللوجستية بمسقط قصف جديد لمقاتلات التحالف على مواقع في صنعاء وقوات الرئيس اليمني تسيطر على مناطق بمحافظة الضالع بعد اشتباكات مع جماعة الحوثي برلين تتحدث عن تمرير الكونغرس الأمريكي للاتفاق الإطاري حول نووي إيران والرئيس روحاني يجدد رفض بلاده التوقيع دون رفع فوري للعقوبات نشرتنا القادمة في الواحدة صباحا بإذن الله إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة